السلام عليكم اعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن الاليات الجديدة لامتحانات الخاصة بالتربية والتعليم وقال لك ان مجلس الوزراء يمكن عقد بعض امتحانات اونلاين وليس من الوارد تقديم ابحال وليس من الامور وكمان الطلبة الحكاية دمز علام قوي بيقول لك انه ذاكرة العال خلاص بيتميح حقا لحديث مجلس الوزراء ان صاحب قرار الاسبوع المهل للطلبة عشان تذاكر السيد الرئيس متحدث الوزراء كمان بيقول انه التعلم عن ضوعد هو وسيلة مساعدة وليست وسيلة اساسية للتعلم اعلن مجلس الوزراء انه الاسبوع ده وقت لحد يوم 28 اتنين ان شاء الله ده حيكون مهلة للطلبة عشان تذاكر وكمان علشان خاطر ان نبدأ بعد كده انطلاق قليات الامتحانات على الامتحانات اعلن عن عودة الجامعات لامتحانات مباشرة والاعلى للجامعات يحسم مدة مد العام الدراسي وفيما يلي القرارات الاربعة مد اجازة نصف العام الدراسي لمدة اسبوع على ان يتم استقناف الفصل الدراسي بالجامعات والمعاهد يوم السابط الموافق 27 فبراير وعلى نظام التعليم الهاجين يعني نظام التعليم الهاجين اللي هو كل مدرسة كل جامعة لها نظامها يعني كل مجامعة هي حرة في البداية او النهاية بس وما حطونه معاد مبدأ اللي هو 27 27 ايه استقناف اعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الاول مع عودة الدراسة تبقى للجدول التي تستطيع علمها الكليات والمعاهد وتجرى الامتحانات والمعاهد وفق لوائح ونظم امتحانات المعتمد وحينقش المجلس الاعلى للجامعات في جالساته الفكرة بتاعت كل حاجة وتخصصات الفنية بحق استكمال الخطة دراسية الترمتان كمان الدكتور طارق شاوي يأكد ان آلية الامتحانات ان شاء الله هتكون في مصلحة الطلاب وسوف تلقى استحسانا من كافة اولياء الامور والطلاب والمعلمين وكل الدنيا ان شاء الله احداث دي محمد رمضان يبكي بعين واحدة مع برنامج احمد موسى والمهم بقى عشان برضو ما ديقكمش فيه بقى خبر جديد من وزارة الداخلية عن الورق بتاع السجل المدني اللي هو بتطلع به بطاقة شخصية او رقم قومي يلا بنا نبص اسعار الاستمارة بقت ب45 بدل من 30 للاستمارة العادية والمستعجلة ب120 اللي بسرها بقى 3 ايام طبعا الخطوات كلكا عارفينها لو فيه تأخير بعد سن 16 سنة 6 شهور بيدفع 100 جنيه غرامة والمتقدم ب50 جنيه غرامة لو حصل اي لو المدة انتهت بعد مثلا لو بطاقة انتهت مدتها وعايز يجدد ويتأخر يدفع 50 جنيه غرامة لو قعدت 7 سنين من غير ما يغير بيانتها اتجوز مات خلف طلق اشتغل اي هبب اي حاجة طبعا بيدفع 50 جنيه عشان هو يتأخر 7 سنين من غير ما يجدد بياناته دي من الحاجات الاخبار برضو اللي لفتت نظري وهي مهمة جدا لحضرتكم احب كمان هنيكم بشهر رجب لانه هو من الاشهر الحرم والنهاردة اول يوم في شهر رجب كل سنة وانتو طيبين وقبل ان شاء الله ما يجي رمضان علينا بالخير واليوم نقول البركات بس احب احضر لحضرتكم معلومة مفيدة جدا شهر رجب يعني ايه يعني شهر التعظيم او الترجيب الترجيب عند العرب يعني التعظيم طب هل شهر رجب مخصص له صيام مثلا ايام معينة ان نصوموا فيها او صيام للوش يا جماعة ما فيش حاجة اسمها ان هو يخصص له عبادة معينة زي شهر رمضان المعظم لا شهر الرجب زي وزي كل شهور تقدر تصوم فيها زي ما انت عايز بس ما تخصطش ايام طب ده فيه ناس بتحتفل بليل السبعة وعشرين بتعمل لها حوار وحكاية وحفلة وبتاعه طبعا وليل السبعة وعشرين من رجب هذا كلام غير صحيح وليس من صحيح السنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بشهر الرجب لا ده شهر بتصوم وتصلي فيه بس